لكن تعالوا مع بعض سريعا نشوف أهم العنوين والصحف العالمية قالت إيه في المحترف يلا كالعادة هنبدأ من أسبانيا جريدة ماركا الأسبانية اللي طبعا اهتمت يعني بصعود فريق جيرونا للليجا بعد الفوز على تنريفي ثلاثة واحد في إياب ملحق الصعود وكتبت جيرونا يصعد كمان اهتمت الصحيفة بتتويق فريق برشلونا لكرة اليد بدوري أبطال أوروبا للمرة العشرة في طريقه في إنجاز شارك فيه طبعا لعب منتخبنا الوطني وابن النادي الأهلي علي زين بنقول لي علي زين ألف مبروك ودايما يعني على المستويات العالمية والأوروبية علي زين أول سنة مع برشلونا بحق هذه البطولة الكبيرة ألف ألف مبروك لسا في أسبانيا مع سبورت الأسبانية طبعا اللي نشرت صورة لاحتفال زي ما بقول لحضراتكم فرقة كرة اليد بنادي برشلونا واللي كان طبعا ظاهر فيها نجمينة المصر يا علي زين وكان طبعا عالم مصر كمان بيروف روف كتبت الصحيفة واهتمت الصحيفة باللعب فرانك دي يونج كمان لعب برشلونا وكتبت دي يونج يملك مفتاح مستقبل وطبعا حضراتكم عارفين أن دي يونج مطلوب بشكل كبير جدا في المان يونيتد وطبعا دي يونج من اللعبة المميزة جدا في برشلونا ولكن في اعتقاد الشخص اقترب كثيرا من البريمير ليج والمان يونيتد طيب نسيب أسبانيا ونروح لإنجلترا تحديدا سن الإنجليزية اللي أكدت على انتهاء انتر ميلا من حاسم صفقة طبعا لوكاكو لاعب تشيلسي وكتبت انتر ينهي صفقة لوكاكو حضراتكم عارفين اللي كاكو طبعا كان موجود يمكن الموسم اللي قبل الماضي في الانتر وفاز معاه بيء الليجا أو بيء السيريا آ ولكن عودته إلى تشيلسي لم تكن موفقة وكان في بعض المشاكل مع المدير الفني تخل دلوقتي خلاص لوكاكو بيعود مرة تانية إلى السيريا آ وأيضا إلى انتر ميلا لطبعا الاشتراك في مسابقة الدور الإيطالي بعد مش هقول إخفاق ولكن عدم توفيق في موسم الماضي مع تشيلسي طيب يلا بينا على فرنسا ونروح لصحيفة الكيب الفرنسية صحيفة الكيب اهتمت الصحيفة طبعا بالصراع القادم حاليا بين رئيس الاتحاد الفرنسي وكليام بابي كتبت على لسان الجرانت ام بابي يزداد في توطر واضح جدا لكن كمان على مستوى يعني ام بابي بنتكلم ام بابي خلاص حدد مستقبله خلال السنوات القادمة العشرين خمسة عشرين وتواجده مع باريس سان جرمان والتخلي عن الحلم مؤقتا والانتقال إلى الريال مدري طيب نروح لإيطاليا وكوري ديلي سبورت الإيطالية اللي ركزت كمان على الترانسفير في إيطاليا وكتبت لوكاكو تم الاتفاق على الانتقال إلى تشيلسي مقابل عشر مليون وأضافت يا كمان اليوفنتوس ينتظرنا ماريا دينابولي يتقدم طبعا للتعاقد مع لاتسيو وكمان زي ما بقول لحضراتكم كل الصحف كل الصحف الإيطالية تتكلم على لوكاكو بصراحة الأرقام اللي كان بتتدفع يعني هو راح بعشر مليون وكان جاي بمئة مليون طبعا أرقام كبيرة جدا جدا وزي ما بقول لحضراتكم حتى على مستوى الصفقات الكبيرة اللعيبة الكبيرة هل هيخش في الترس؟ هل هيخش ويفيد؟ ويفيد النادي حتى لو كان مستوى أكتر من رائع في بعض الأندية الأخرى مثال رائع لوكاكو مقصر الدنيا مع الإنتر واخد السريا آ يعني مع كونتي بيروح إلى تشيلسي اللي كان طبعا تشيلسي في مستوى أكتر من رائع ولكن يصطدم بتخل وبعض المشاكل على مستوى الفني على المستوى الشخص ما بينه وبين تخل وفي النهاية بيرجع تاني لوكاكو إلى الإنتر طيب عندنا فاصل سريع بعد الفاصل نستقبل ناقدنا الرياضي المتميز سعيد علي انتظرون ترجمة نانسي قنقر